اشتركوا في القناة اعرف ما هو تعريف الميجالوبلاستيك انيميا pathophysiology causes of megaloblastik انيميا ثم ال lab diagnosis والtreatment في نقطة مهمة جدا احنا الماكروستيك ممكن تكون عملية ميجالوبلاستيك انيميا وممكن تكون non-megaloblastik انيميا ولذلك في قاعدة تقول ان كل ميجالوبلاستيك انيميا ماكروستيك لكن ليس كل ماكروستيك ميجالوبلاستيك انيميا بالتأكيد لانه في ماكروستيك non-megaloblastik انيميا طيب ما هو ال definition للميجالوبلاستيك انيميا فيه two definitions هتكلم عن definitions الاول هي عبارة عن hematological disorders له اربع صفات هذا ال hematological disorder له اربع صفات الصفة الاولى انها pancytopenia يعني انها characters pancytopenia الميجالوبلاستيك انيميا ما معنى pancytopenia decrease ABCs decrease WBCs decrease L platelets الصفة الثانية انها ميجالوبلاستيك in bone marrow ولذلك هنا مصطلح مهم لو ما نسمع ميجالوبلاستيك هذا في البون مارو في ال preferal اللي نقول عليها macrocytic النقطة الثالثة انها في neurological and or and or gIT manifestation يعني ممكن نحصل neurological و الصفة الرابعة انها good response لقضية folic acid and vitamin b هذه الفور كركز نعرض بها الميجالوبلاستيك انيميا وبعد ما اتكلم على pathophysiology هعمل تعريف اخر طيب الان pathophysiology بالنسبة الميجالوبلاستيك انيميا بالتأكيد بالتأكيد before any cell division منطق انه لابد يحصل عملية reduplicate للDNA اكيد عشان يحصل عملية تنقسام لابد الDNA تضاعف طيب الان السؤال اللي حينطرح الDNA formation يحتاج ايش الDNA formation زي من تعارفين في معنى nitrogenous basis nitrogenous basis وفي معنى عملية sugars nitrogenous basis في معنى purein اللي هو ادينين وقوانين وفي معنى الpyrimidines اللي هي cytosine وثايبين الثايامين هذا داخل في العملية في تركيب وقضية الفوليك acid والفيتامين B12 فهم داخلين في قضية تركيب الثايامين طيب النقطة حيبنى على هذا ايش حيبنى على هذا حاجة مهمة جدا انه اذا غاب الفوليك acid وغاب الفيتامين B12 حيحصل arrest للDivision لو ما يحصل عليه arrest للDivision الRNA ما يحتاج عملية الثايامين فالRNA of cytoplasm حيحصل enlarge 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 بينما Division حق الخلية ثابت ما يحصل Division فايش اللي حيحصل حتكبر الخلية حيحصل ها enlarge لكن arrest of Division طيب النقطة المهمة جدا ناتج لهذا السبب لانه الخلية تكبر تكبر وما تنقسم بيحصل حاجة characteristic اللي نسميها عملية hyper segmented النتروفيل النتروفيل غالبا احنا بنشوف عملية اللوب حقها من 3 إلى 5 هذه بنشوف أكثر من 5 انه تعدوا اللوب اللي قدامكم هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 ما معنى هذه hyper segmented نتروفيل وهي لنفس السببب لانه حصل قضية ما فيش Division للخلايا وبيحصل ان فيبدأ عملية اللوب يكثر طيب النقطة المهمة الثالثة انه في Neurological Manifestation والNeurological Manifestation ما تحدثش إلا إذا كان في فيتامين B12 deficiency الكوز حقيقة unknown لكن في تفسير لها حقوله طيب النقطة الرابعة والمهمة انه في البون مارو في ميغالو بلاست وهذه نقطة مهمة لا تنسوهش لما نقول ميغالو بلاست معناها في البون مارو الميغالو بلاست في البون مارو بيحصل حاجة بنسميها Intramedalary Hemolysis وبيحصل حاجة طبعا اللي هي Ineffective Erythrobiosis لكم أن تتصوروا هي طبعا قصة حزينة انه خلية في البون مارو تنشأ وتموت في البون مارو قبل ما تشوف البريفرار وهذه بنقول عليها عملية ما نسميها بالIntramedalary Hemolysis او عملية Ineffective Erythrobiosis طيب بالتأكيد في البلد ماكروستيك وإحنا زي ما قلنا أنه في البلد ما نقولش ميجالوبلاستيك خالص هي ماكروستيك ولأنها كبيرة في البريفرار فيشوفها الاسبلين غريبا فيروح يعملها عملية Destruction فيحصل Destruction بالاسبلين طيب النقطة الخاءة السادسة أنه فيه بانسيتوبينيا لأنه عملية الDNA هو أكيد حيدخل في قضية في البون مارو لو ما يصنع الRPC لو ما يصنع WPC لو ما يصنع بلايكفيتس فحيحصل بانسيتوبينيا النقطة السادسة السابعة أو قضية خلاصة خلاصة هذا الموضوع كالآتي أنه لو ما يحصل ديكريز في الفوليت وفي الفيتامين بي 12 حيؤدي إلى أنه ديكريز في الثيامين بيز وبالتالي الDNA بريكورسر فيها مشكلة فيها ديكريز هذا حيؤدي إلى أنه فيه بالتأكيد هذا حيؤدي إلى ميجالوبلاستيك طيب إذن المشكلة أو الكوز ودكريز في الفوليت أو الفوليك أسد والفيتامين بيتورف طب الآن تعالوا نشوف التعريف اللي قلنا هنعمل تعريف ثاني وإن كان التعريف الأول رائع لكن فيه تعريف ثاني ممكن يكون مفيد برضه ما هي تعريف الميجالوبلاستيك أنيميا هي أنيميا وث ميجالوبلاستيك ناتجة عن هيبو أكتف بون مارو ريزالتينج ليش حصل هيبو أكتف بون مارو ناتج هذا أنه حدث الهايبو أكتف بون مارو ليش حصل ناتج عن عملية في الفيتامين في الفوليك أسد هذا تعريف آخر بالإضافة للتعريف الأول طيب الآن في معناه ثري كوز للأنيميا أول يعني الأنيميا حصلت بثلاثة أسباب أول كوز إنه حصل الرسط وفي التأكيد مدام حصل الرسط ما فيش ستخرج فحيحصل أنيميا السبب الثاني إنه حصل في البون مارو السبب الثالث إنه حصل لقضية الماكروستيك اللي في الإسبلين فالثلاثة الأسباب أدت إلى قضية الأنيميا طيب الآن تعالوا نشوف الفيتامين بي 12 اللي هو أول كوز لقضية الميغالو بلاستيك أنيميا نشوف بالتأكيد المصدر الأول هو فيتامين بي 12 هو أنيمال برودكت صحيح في بكتيريا بتطلعه لكن الأساس هو الأنيمال برودكت النقطة الثانية إنه في الستومك في برايتل سين البرايتل سين اللي موجودة في الستومك بتعمل سيكريت لفاكتر اسمه انترينسيك فاكتر هذا الفاكتر في منتهى الأهمية هو اللي بيخذ قضية الفيتامين بي 12 ويوتيه عشان يمتص طيب إذن الفيتامين بي 12 حيرتبط بالانترينسيك فاكتر اللي جاء من البرايتل سيل من الستومك وحيكونه كومبليكس هذا الكومبليكس حيوصل للترمينال أليم وبالتالي في الترمينال أليم في سبيسيفيك ريسيبتور نسميه اللي هو قاس بقضية الانترينسيك فاكتر موجود في قضية في الترمينال أليم الآن الفيتامين بي 12 حيحصل له أبزوب وبالتالي حيتحد ببلازما بروتين البلازما بروتين ذي نسميها ترانس كوبالامين 2 الترانس كوبالامين 2 ذا لو ما يتحد بقضية بالفيتامين بي 12 حيودي حيعمل ترانسفورت للفيتامين بي 12 حيوديه إلى قضية البون مارو وقضية التشو من ضمنها قضية الليفر وحيحصل له ستورد في الليفر طيب بالنسبة للفوليك أسد هو السورس حقه عملية الجرين فيجيتابلز هذا هو السورس الأساسي بالنسبة لقضية الفوليك أسد الآن إحنا عاوزين نعرف الفانكشن حق الفيتامين بيتولف ما هو وهذه هو على فكرة حيفهمنا قضية جزء كمان من البارفوفيسيواتي الوظيفة الأساسية للفيتامين بيتولف أول وظيفة هو بعمل من تيل للأكتف فورم للتترا هايدروفوليت إحنا لو ما نوكل عملية الفيجيتابلز بتكون عملية الفوليت أو الفوليك أسد موجود في صورة أكتف اللي هي تترا هايدروفوليت فيدخل على طول أول ما يدخل جسمنا يروح يحمل بقضية ميثايل جروب فيصبح عملية تترا هايدروفوليت محمل بميثايل جروب هذا ما يقدرش يشارك في قضية بناء الديني خالص فييجي الفيتامين بيتولف فيروح يأخذ الميثايل جروب ويرجعه مرة أخرى فري أو أكتف نسميه التترا هايدروفوليت لو ما يرجعه مرة أخرى فري نقول حيدخل في قضية الدي اني سينثس طيب الآن حيسأل فين راحة الميثايل جروب حيوضح الفيتامين بيتولف يودي الميثايل جروب إلى قضية الهيموسيستئين فلو ما تروح عملية الميثايل جروب إلى الهيموسيستئين حيتكون عملية الميثونين الميثونين طبعا أكيد مدام عملية الهيموسيستئين حيتروح حيرتبط بالميثايل جروب حيتبني الهيموسيستئين وعملية الميثونين حيشارك في قضية الميثايل ايشل للدي اني طيب النقطة المهمة جدا الآن لكم أن تتصوروا ما فيش معناه فيتامين بيتولف مش موجود إيش اللي هيحصل الآن فيتامين بيتولف مش موجود ما معناها إن التتراهايدروفوليت أول ما دخل تحمل بالميثايل جروب فأصبح ما فيش الفيتامين بيتولف اللي يشيل منه عملية الميثايل جروب فحيصبح هنا إيش نو دي إني سينسلس مش حيقدر يشارك في قضية بناء الدي إني هذي النقطة الأولى النقطة الثانية إنه ما في فيتامين بيتولف فبالتالي الهيموسيستئين حيزداد والميثونين حيقل النقطة المهمة جدا وحناقشها في الهيموسيستئين لو ما يزيد الهيموسيستئين حيؤدي إلى ثرومبوزيس ولو ما يقل قضية الميثونين حيؤدي كمان إلى قضية إنه يقل عملية الميثاليشن هذي الفانكشن الأولى الفيتامين بيتولف الفانكشن الثانية في مركب اسمه ميثايل مالونايل كو اي الميثايل مالونايل كو اي بيتحول إلى سكسونايل كو اي في وجود إنزيم اسمه ميثايل مالونايل كو اي ميوتايز لكن الفيتامين بيتطرعش ضروري وجوده عشان يتحول إلى سكسونايل كو اي زي ما انتم عارفين السكسونايل كو اي حيتحد مع الغلايسين وبالتالي في وجود الفيتامين بي سكس وعندة خطوات حيتحول إلى بروتو بورفيرين وبعدين حييجي الآيرن وحيتحول إلى هيم طيب الآن طبعا جزء من السكسونيل كو A هيتحول إلى الكريب سايكلز لو حصل إنه ما فيش معانا فيتامين بيتولف الآن ديفيشي إيش اللي حيتم حيزيد الميثايل مالونايل كو A زيادة الميثايل مالونايل كو A مهم جدا في التشخيص إحنا نشخصه لو طلع إنكريز معانا فيه فيتامين بيتولف ديفيشي هذه النقطة الأولى النقطة الثانية إنه لو ما يتراكم الميثايل مالونايل كو A بيعمل عملية destruction للمايلين شيث هذه واحدة من النظرية إنه بيعمل destruction للمايلين شيث وبالتالي يحصل عملية ما نسميها بالneurological complication or manifestation النقطة الثانية إنه لو ما يقل الفيتامين ب12 أكيد حيقل السكسينيل كو A لو ما يقل السكسينيل كو A حتقل عملية مثلاً لو ما تقل الكريب سايكل في central nervous system ممكن تؤدي كمان لقضية إنه فيه defect فيمايلين شيث طيب الآن ما هو الفانكشن بالتأكيد أخذناها فانكشن هو أساساً بيساهم في قضية أنه بناء الديمنيه خاصة عملية الثايمين طيب الآن تعالوا نشوف ونبدأ بالفيتامين بي 12 أكيد لكنه رير لأنه أساساً زي ما قلنا موجود في قضية في الأنما فموجود في اللحوم هذه نقطة الأولى والنقطة الثانية أنه ستورد في الليفر فور ييرز يعني تخيلوا ممكن ستورد فور فور ييرز فهو بالتالي يعني أنه يحصل ديكريز في الانتيك رير لكن لو كان الشخص ده من الفيجيتيريان أنه من الناس النباتيين دول صحيح هنقول فيه انكريز انتيك وبالتالي حيحصل عندهم عملية ديكريز في الانتيك حيؤدي إلى ميجالوبلاستيك السبب الثاني أنه يحصل ديكريز في الفيتامين بيتولز أنه يحصل غياب للإنترينسيك فاكتر الانترينسيك فاكتر اتفقنا أنه ينتج من قضية البرايتل سل في الستمك طيب متى يحصل عملية أبسنس أو ديكريز للانترينسيك فاكتر يحصل كالآتي يحصل لو حصل أوتو إميون كيف يعني لو حصل أنتي بادي سبيسيك للبرايتل سل هيحصل ديستراكشن للبرايتل سل بطيب 2 هيبر سنستيفتي وبالتالي لو حصل ديستراكشن للبرايتل سل ما فيش معناه انترينسيك فاكتر وهذه هي قضية البرنيشيس أنيميا البرنيشيس أنيميا هي عبارة عن أوتوميون ديزيز ناتج أن فيه أوتو أنتيباديز سبيسيك أور أجينسيك فاكتر طيب كمان حيحصل أبسنس للانترينسيك فاكتر لو حصل جاستروكتومي لو شالوا قضية جزء من المعدة فالبرايتل سل حتروح فلوما تروح البرايتل سل ما عفيش حد يطلع الانترينسيك فاكتر النقطة الثالثة كمان سيحصل أبسنس للانترينسيك فاكتر لو فيه أتروحي جاسترايتس زي مثلا الاتش بايلوري الاتش بايلوري بتعمل عملية أتروفي في الجاسترايتس فبالتالي ممكن تؤدي إلى عملية ديستركشن للبرايتل سل وبالتالي ما عاد فيش معنا انترينسيك فاكتر النقطة الثالثة إنه فيه انتستينا ديزيز زي الكرون ديزيز كرون ديزيز بيكون فيه إنفليميشن في قضية الإيليم ونحن اتفقنا انه في عملية ريسيبتور في الترميل الاليام بياخذ عملية الكمبليكس اللي هو فيترمين بي 12 والانترينزيك فاكتر فلو حصل انفلميشن ما عديش معنى عملية الريسيبتور اللي هو موجود في الاليام فبالتالي هيؤدي الى ديكريز الفيترمين بي 12 كمان لو فيه انفلتريشن في الترميل الاليام زي عائلة الاوزيز توبركولوزز ساركيسو دوزيز الاميلو دوزيز لو عملوا انفلميشن بالاضافة لو فيه تيومر كمان في قضية الترميل الاليام هيؤدي الى انه مش هينفص قضية الفيتامين بي 12 اللي هو محمول على الانترينزيك فاكتر لو فيه كرونيك ليفر ديزيز بالتأكيد انه الفيتامين بي 12 دي ما قلنا هو ستورد في الليبر فلو فيه كرونيك ليفر ديزيز بالتأكيد هيحصل ديكريز في الفيتامين بي 12 كمان اخر حاجة اللي هي انتستانيال ديزيز فيه عملية يسموها الفيش تيكورم أو يسموها داي فيلو بيثيرييم لاتم دي عبارة عن دودة هي اساساً بتكون موليدة في الاسماك احنا نوكلها والدودة دي نصاب بها دي بتعمل عملية استهلاك للفيتامين بي 12 فبالتالي هيحصل ديكريز في الفيتامين بي 12 طيب الفوليك اسد الفوليك اسد بيحصل ديكريز في الانتاك وبالتالي هنا نقطة مهمة في الفوليك اسد الاستور حقه مني مليم اللي يعني ما هواش الستور حقه زي عملية الفيتام بيتولف هنا بيتم لقضية شهور وليس لسنوات فبالتالي الديفشنسي في الفوليك أسد بيكون مور كومن هذه نقطة مهمة جدا بالنسبة للفوليك أسد النقطة الثانية أن الفوليك أسد حيقل لو ما يزيد الديماند بريغنانسي بالتأكيد عاوز فوليك أسد قضية المليغنانسي خلايا بتنقسم أن كنترول عاوز فوليك أسد بالتأكيد فحيقل النقطة الثالثة أي هيموليتك أليميا وهذه حتى لو ما قلتها شيئا قاعدة أي هيموليتك أليميا مش على طول بيحصل عملية تعويض البون مارو فعاوز فوليك أسد فحيقل قضية الفوليك أسد النقطة الثالثة الدراج اللي هم الفوليت أنتاجونست يعني فيه دراج بتكون بتعمل أجلست الفوليك أسد زي ميثوتريكسييد زي ترايب ميثوبرين زي الفينوتونز اللي هي الأنتي كومفيلجن دول كلهم بيعملوا عملية فوليت أنتاجونست نقطة هنا مهمة لابد ننتبه لها إنه لو حصل حتى دي كريز في الفوليك أسد والفيتام بيتولف لا لو ما نعالج نعطي الاثنين وحقولها في التريتمنت إن شاء الله طيب لا بدأ جانوسيس كيف للميغالوبلاستيك هذا السكيم الكبير اللي اتفقنا عليه إحنا بالنسبة لنا أكيد في قضية في الميغالوبلاستيك الانسي في والانسي اتش والانسي اتش والانسي اتش كلهم انكريز فبالتالي ماكروستيك قلنا نشوف البولمرو بايوبسي حنشوف ميغالوبلاستيك ديكريز فيتامين بي تولف الفوليك أسد وفي انكريز النثروفيل حيكون أكثر من فيفلوبس أكيد القاعدة حقنا 3-3-1-1-1 طبعا هذه أكيد هي القاعدة للاربي سي استادي الأكيد الهيموغلوبين ناقص والاربي سي ناقص والهيماتوكريت ناقص أنيميا حنروح نشوف الثلاثة الثانين الام سي في والام سي اتش والام سي اتش سي شايفين الام سي في عالي الام سي اتش طبعا هنا عالي لكن النقطة المهمة الام سي اتش سي نورمل وهذا ما معناها معناها أنه صحيح كبرت الاربي سيز كحجم الاربي سيز كبرت والام سي اتش هو زاد الهيموغلوبين لكن هذه الزيادة هي حقيقة متلائمة مع حجم بمعنى أنها لازالت تمثل ثلث الهيموغلوبين وبالذلك الام سي اتش سي هو لازال عملية في النورمل بالتأكيد الاردي دابليو حتكون انكريز وحيكون فيه انيسوسايتوزيز البلد فيلم حنشوف عملية الماكرو سايت وحنشوف عملية هيبر سيجمنتد نتروفيل وبالتأكيد الاربي سيز والدابليو بي سي والبليتس كلهم دكريز وبالتالي هنقول فيه بانسايتوكينيا النقطة الثالثة الارتكرو سيكون أكيد عملية لو طبعا أكيد لو لأن ما في معنى عملية في كيف نعمل عملية كونفرميشن تيست بالتأكيد البون مارو واحدة من كونفرميشن تيست بنشوف ميغالو بلاستيك في البون مارو النقطة الثانية إذا ما انتم شايفين ميغالو بلاستيك في قضية البون مارو النقطة الثانية أكيد الفيتامين بي تولف ديكريز والفوليك أسيب ديكريز والنقطة الثالثة وهذه نقطة مهمة جدا لو ننقيس الفيتامين بي تولف ونحصله في البوردر لاي lifetime ونحنا مش عارفين لياس عملية الميتايل مالونái الكو أي هيكون يعني لو لفائدة كبيرة ليش لأنه قضية هنا معناها أنه زايد إذا يوجد أكيد في تامين بي تولف في معنى مشكلة في الفيتامين بي تولف والفيتامين بي تولف هيكون ديكريز بالتأكيد diye بالتأكيد هيكون عملية ديكريز الميتايل مالونائي الكو أي النقطة الثانية في تست مهم يسموه الشيلينج تست هدفه الآتي هدفه نشوف هل الفيتامين بيتولف بيحصل له أبزورد أورنط فقط هل الفيتامين بيتولف بنتص ولا ما بنتصر فكيف يعملوه البرينسب الحق هو يروح ويجيبو ألف ماكرو جرام الفيتامين بيتولف ويحقنوه انترا ماسكولر ليش عشان يملو احنا مشتفقنا نستورد في الليفر فعشان يملو الليفر تماما وعشان أتأكد أنا أن أي فيتامين بيتولف أعطيه ما يروحش الليفر فالليفر أصبحت يعني ملانة هذه النقطة الأولى النقطة الثانية بيروحوا بيجيبو 2 ماكرو جرام أورل فيتامين بيتولف لكنه الراديو اكتف ويعطوها الشخص لو ما يعطوها عملية الراديو اكتف خلاص الآن الليفر ملان فهينزل على طول هيحصل له عملية الابزوربشن وحينزل في اليورن القاعدة إذا نورمالي إذا حصل من 5 إلى 40% إنه الراديو اكتف فون مارو حصل له ابزوربشن وبالتالي حصل له اكسكريتد في اليورن هذا الشخص طبيعي النقطة الأخرى لو حصل أقل من 5% موجود في اليورن هنا عنده مشكلة أو إحدى أمرين يا عنده مشكلة في الانترينسيك فاكتر يا عنده مشكلة في قضية ديزيز في الترميل الاليام طيب كيف نفرق نعرف إن عنده انترينسيك فاكتر ديفيشنسي أو عنده عملية ديزيز في الترميل الاليام نفرق كالآتي الروح نعمل عملية نعطيه نعطي المريض فقط لا نعطيه انترينسيك فاكتر أورالي فلو حصل إنه حصل معناها إن المشكلة في الانترينسيك فاكتر لو عطيناك الانترينسيك فاكتر وما حصلش أي امتصاص معناها المشكلة موجودة في قضية في الترميل الاليام في نقطة مهمة جدا نساعات يقيسوا الانتيباضيز خاصة في البرنيشاس أنيميا لو ما يشخصوها يقيسوا الانتيباريتل سيل الانتيباضيز فوجدوا الانتيباضيز أجنست البرنيشاس أنيميا التريتمينت للميغالوبلاستيك أنيميا بالتأكيد زي ما قلنا لو حصل دكريز فوليك أسد وحصل دكريز فيتمن بيتولف نعطي الاثنين لو حصل الفوليك أسد نورمال لكن حصل عملية دكريز في الفيتامين بيتولف نعطي الاثنين ليش؟ لأنه أساسا الآن الفوليك أسد حيروح يأخذ لو ما نعطيه فيتامين بيتولف على طول حيأخذ البيتامين بيتولف وإحنا قلنا حقه الستور شورت ما هوش زي الفوليك أسد فأعطي الاثنين النقطة الثالثة لو حصل دكريز في الفوليك أسد ونورمال في الفيتامين بيتولف برضو كمان أعطي الاثنين لأنه نفس الوضع لما يحصل ديكريز في الفوليك أسد أنا حعطيه فوليك أسد وحيأخذ فيتامين بي 12 فبالتالي لابد أنه فيه كل الأحوال لابد أعطيه لما أعالج البوت سواء كان الفوليك أسد والفيتامين بي 12 أكيد زي ما قلنا تريتد بالبوت فوليك أسد والفيتامين بي 12 وبالتالي احنا نبدأ في البداية بقضية الستارت بالفيتامين بي 12 كنت معكم في موضوع الميجالو بلاستيكاديميا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته